بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم حبيبي وكل متابعين قناة حنال الوراكي النهاردة حبيبي انا يعني عامل الفيديو ده كده معاكم النهاردة عايب الفيديو ده تخاص بالارضيات ازاي تعطر السراميك عندك او الحمامات كمان اي حاجة تمسحيها الحمامات السراميك المتاع الشقة اي حاجة تخلي راحتها جميلة جدا عاديلك ريحة جميلة جدا هقولك ازاي يعني تستخدمي كزا حاجة كزا معطر كده في مسح الارضيات كده هوت في اخر مسحة اخر مسحة بقى اللي هي يعني ايه اول حاجة حبيبي ده كده معايا الجردة لهوت حط فيه كمية الماية اللي انا حمسح بيها كمية الماية ديات بقى اي ممكن تضيفي عليها معلقة صغيرة كده هوت اي صابون سايل كده عندك وبعد كده حضيفي عليها شوية خل اي خل بقى عندك يعني ممكن تضيفي عليها مسلا خل ابيض عادي عشان بس يعكملك الارضية وانت بتمسحيها او ممكن تضيفي عليها ده كده اللي هو كنت عاملة دي طول كده معاكو معاكم كده هوت يعني مطاهر ومعاكم برضه يعني من اشرب برطوان طبعا استغلت اشرب برطوان الفترة ديت وجبت ازازة خل وحطيت عليها ايه يعني معلقتين كده هوت كبارة من بشر برطوان لازم يكون مبشو عشان يديلك طبعا ايه لما بتيجي تبشر برطوان بيطلع معاك الزيوت اللي فيه وكمان بتستفدي كمان يعني بيديلك ديتول جميل جدا بيبقى معاكم جميل جدا طبعا معاكم دوت انا عاستخدمه بقى في ايه استخدمه المهاردة هنا في مسح الارضيات عم ضيف لنه مسلا ايه يعني حوالي نص كوباية كده غوت هنا مع معلقة صغيرة من السابون السيل وحبدأ بقى لانا امسح ايه الارضيه اه امسحيها بقى ايه حمسح الارضيه كويس جدا اللي هي السراميكو بعد ما خلص اه طبعا لانا باجي بامسح هنا في ناحية تانية اللي انا بعصر منها الشراشي بتنزل المياه الوسخه ناط علي جمب اهه الجردل ياه ده جميل جدا في كده اه بينزل المياه الوسخه ناط علي الجمب ده غوت وهنا المياه بتبقى معايا ايه نضيفه اه بعد ما بخلص الماسح بالداول حاجه اللي انا قلتلكم عليها ديت بابدأ اللي انا اكوب المياه بقى ديت خالص وباشرف الجردل خالص باجي بقى على ا اخر حاجه بقى ايه ارجع تاني اعيد بقى اللي انا عملتو ده غوت عشان اعطر بقى الارضيه عندي وتبقى السراميك ايه يبقى رحته جميلة جدا نعم حبدأ بقى لانا اكوب المياه اللي انا استعملتها ديت واشرف الجردل كويس جدا نعم وارجع اضع مياه نظيفه اللي هي ديت حده بقى في المياه ديت قدامي كذا حاجه اللي انا اعطر بيها السيراميك عندي اجي بقى ايه هنا هوت عندي ده كده زيت عطري برحة الورد الزيت ده هوت يعني مجرد يعني عشر نقط منه على كمية المياه ديت هيت حيدي لي ريحها جميلة جدا جدا وارجع يعني اعيد كده على السيراميك اللي انا بقى اضطفته بالميا اللي انا قلت لكم عليه بالخلطة اللي انا قلت لكم عليا دلوقتي وارجع بقى ايه يعني امسح بقى مسحى كده اتمنه يا سلام عديني بقى ريحة ريحة جميلة جدا ريحة الورد و pallet ريحة السيراميك معيك جميلة جدا جدا انه يبقى ده كده اول معطر عندي اللي انا استخدمه في تعطير الايه السيراميك اللي هو زيت عطري برحة الورد جميل جدا حبيبي كده اول حاجة كده معنا معي بقى حاجة كماء ده كده بشر برطقاء بشر برطقاء برضو ده بيبقى معطر طبيعي وبيدي ريحة جميلة طبعا ايه انا اقلالكم على الاستخدامات متاحته وعملالكم فيديوهات الفترة اللي فاتت كمان لقشر السفان دي لعشان بيدي برضو نفس النتيجة بتبشوري بتجيب القشر وبتبشوريه وبتاخدي البشر اللي بيطلع طبعا الحتة دي كنت بتطلعها من فريزر دلوقتي عشان اوررلكو بس ايه الفكرة باخد الكمية ديت كده حبيبي وايه بقى حتة قماشة عندك قديمة هيت كده مثلا دي حتة قديمة عندها هيت هيت بداية اللي انت بتحط فيها البشر كده كده هتلم الحتة ديت و هتربطيها وبعد ما تربطيها هتحطيها بقى ايه؟ هتحطها في الماء الفضل كمان اللي هي تبقى شاشة كده يعني فيها خروم فتحة خروم يعني تبقى فيها خروم واسعة بعد كده حبيبي هتبدأ اللي انت هتحطيها في قلب الماء هنا هوا هتنزل بقى يعني البشر برطقان ده هوا هتنزل ايه؟ كل الريحة اللي فيه هتنزلها في قلب الماء وكده انت بكده معطر طبيقي اللي انت تتعتري به الماء اللي انت هترجع تمسح بيها بتسيبيها يعني يعني الماء ديت يعني بعد ما بتحطيها سيبيها بس كده يعني المدة خمس داية كده هتلاقيها اللي هي بقت خلاص يعني تقضيها بقى وتمسح بيها هتدي لك رحة جميلة جدا جدا وتقدر اللي انت بتعتري بيها اللي ايه؟ الأرضية وممكن كمان اللي انت تضيفي برضو شوية تخلي معاها برضو في الماء الشطف تاني هتدي لك رحة جميلة جدا وتعاكم كمان يعني مع الخل ونفس الحكاية برضو زيت العطر برضو ممكن تضيفي برضو في ماء الشطف شوية تخلي برضو يبا كده ايه؟ يبا كده انا قلت لكم على حاجتين اهوت اللي انت تقدر يتعتري بهم الأرضيات ببشر برطقاء هتحطيه في حتة شاشة وحط الشاشة في قلب الماء ويسيبها لمدة خمس زي بس أو عشر دقائر وتشتوف بها ايه الأرضيات ويفضل كمان لو انت مثلا ناوية على اللي انت تستخدم يعني مثلا اليوم اللي انت ناوية فيه اللي انت تمسحي ممكن تجردل كده عوت وحط فيه شاشة فيها بشر برطقاء وسيب الماء ديت اللي انت تعطر بها ايه؟ الأرضيات ايه تاني يوم اللي انت هتستخدمها ايه فيه كده يعني نفضل برضو لانت ايه؟ يعني شوية ماء ونقعي فيهم ايه؟ وتنقعي فيهم البشر وتستخدمها ايه تاني يوم حبابي يبقى كده طريقتين كده لتعطير الأرضيات الزيت العتري وبشر برطقاء في حاجة كمان حبابي اللي هو كيس الداوني كيس الداوني ده هوات اللي هو العشرين ميلي تقديه وعتفضيه في الماء اللي انت هتبسحي فيها اللي هي دي كده وهتبداي اللي انت هتفضي فيها كيس الداوني كيس الداوني ده انا كنت لسه عاملة معاكم فيديو دلوقتي وده كده قلت بقى اصوره بعديه كنت معاملة معاكم ده كده معطر ملابئس وبشوفوا برضو بدخلوا وشوفوا الفيديو وبعد كده حبابي خلينا بقى في الفيديو دلوقتي هتبداي اللي انت هتجيبي الكيس الداوني ده هوات فيه عشرين ميلي عتفضيه في الماء متاعت الشطف ديت وعتفضي معاهم شوية خل ممكن برضو خل ابيض او الخل ده هوات اللي انا يعني اللي انا عامله اللي هو اللي اشرب برطقاء اللي هو ده كده تخضي منه برضو يعني كوباية كده صغيرة او نص كوباية واتفضيه في مية الشطف وبدو يعني تمسحي بيه الارضيات ايه تعطري بيه الارضيات ايه في الاخرى ده كده حبابي ولو انت برضو ممكن برضو ايه لو انت هتعملي المعاكم اللي هو الخل ده هوات يبا انت مش هتحتاجي يعني اللي هو بشر برطقان تحطيه في شاشة وتحطيه في مية الخل عيوفر ايه عليك يعني تخضي شوية من الخل وتحطيه كوباية كده من الخل ده هوات اللي فيه رحة البرطقان عيغنيك عن الخطوة ديت ماشي بس انا بقولك عن الخطوة دي لو انت ما عندكيش لو انت مش عامله مثلا المعاكم اللي هو بالخل ده هوات وعندك خلة ابيض عادي ممكن انت بقى ايه تعملي الخطوة ديت يبا انت كده عا تحطي الباش في شاشة في قلب المية الشطف اللي تعا تشطفي بقى السراميك بالشراشيب كده وتبسح بيها الاخر مسحة وعا تضيفي معهم شوية خلة ابيض ده كده لو انت مش عامله لو انت عامله الخل ده هوات يبا انت ايه عا تستغني عن الخطوة دي ايه خالص يبا انت كده عا تضيفي من الكوباية من الخل ده في مية الشطف هنا بس وخلاص على كده تمسح بيه ايه وتمسح بيه الارضيات يبا كده حبيبي قلتلكم على كذا طريقة هيت معطر كده اللي انت تستخدميه يبا كده هات اهوت اه كده حبيبي يبا قدامك اللي هو اللي هو دطول كده هات اللي انا عامله من 20 برطقاء كوباية منه في مية الشطف اللي انت عا تبسح بيها الارضيات وتبسح بيها عادي مش بحتاجة لانت تضيفها ايه معا اي اضافات اه ممكن برضو اللي انت عا تبا قلتلكم عليه اللي هو كيس داوني في مية الشطف بتاع السراميك وبرضو ايه تستخدميه عادي اه برضو اللي انا قلتلكم عليها اللي انت تتحط البشر مع لقتين كبار كده في شاشة وتربطيها وحط الشاشة في قلب المية اللي انت عا تشوفي بها السراميك مع شوية خلة ابيض عادي ايه برضو اللي انا قلتلكم برضو عليها كمان اللي هو ايه الزيت العتري بروحة الورد يعني عشر نقاط كده هلا حاجة في مية الشطف عاديلك ريحة جميلة جدا اتمنى حبايب الفيديو النهاردة يكونوا يجبكم وتكونوا استفادتم منه زي ما شوفنا يعني حاجات بسيطة جدا نعم هسبت بس تري فوق اهو كده حبايبي كده الفيديو كده معايا حاجات بسيطة جدا جدا تقدري اللي انت تستخدميها وتعتري بها الأرضية عندك عا تديلك ريحة جميلة جدا جدا نعم وبردو انتظروني الفترة اللي جاية ديت لان انا هقدم لكم حاجات جميلة جدا وصفات في منطقة الروعة في تعطير اذا تعطري بها منزلك يعني تعطري بيتك وتخلي ريحة جميلة جدا وتابعوني في الفيديوهات اللي جاية ديت اللي انا بنزلها لان فعلا الوصفات اللي انا هنزلها لكم يعني في منطقة طحفة جميلة جدا جدا وكلها اللي يدخل حتى شقيتك كده هوت وتعملي الوصفات اللي انا بقولك عليها ديت بصراحة يعني عادي يلاقي ريحة عندك جميلة جدا جدا نعم وبحبكم جدا جدا في الله حبيبي كان معاكم حنان الوراكي منادى وفاتحي ياريت اللي لسه انتباني الاول مرة فضلا وليسه امرا حبيبي لو الفيديو اجيبكم والقناة اجيبتكم وتستفدوا منها ياريت اللي انتو تدعمونا كده حبيبي بالاشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدموا في القناة اول باوي لا وما تنسوش كده حبيبي تدعمونا باللايك والشير عشان بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو الاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو وكمان القناة كمان تكبر بكم كمان حبيبي بحبكم جدا جدا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده كده قبل بس افتكرته قبل ما انهي الفيديو عا بقسب لكم الرابط متاعه اللي هو معطر الملابس واي لا فيه طريق استخدامه وازاي الريحة تثبت معاكم لاطول فترة ممكنة والريحة متاحته مش عطروح ابدا نعم تابعوني كده في الفيديو ده هوت وحاسبه لكم في اخر الفيديو اللي انتو بتشوفو دلوقتي ادخلوا بس فيه وحتشوفوا الطريقة متاحته جميلة جدا نعم اشتركوا في القناة